موسيقى عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا في عدد جديد من برنامج ADN اليوم نتطرق لموضوع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة أمراض السرطان لهذا الغرض ومنقاشت هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور عدة بنجار رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في أمراض الأورام وكذا نائب رئيس الرابطة العربية لمكافحة السرطان أسعد باستضافة أيضا البروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفات بوزارة الصحة وكذا رئيس اللجنة الوطنية للتكفل بمرضى السرطان بروفيسور عدة بنجار نبدأ معك اللجنة الوطنية للتكفل بمرضى السرطان نصبها البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد تقريبا منذ أسبوعين ما هي مهام هذه اللجنة وما هي أهداف المسطرة أولا في البداية شكرا على الدعوة والسنة إن شاء الله ستكون طيبة وتكون أحسن من سنة 2020 نتمنى إن شاء الله تكون هذه السنة 2021 ببداية خير علينا وعلى كذلك مرضى السرطان اللجنة هذه الوطنية للتكفل بمرضى السرطان خاصة في مجال الانكولوجي ميديكال هي لجنة اشرف عليها السيد الوزير الصحة بتنصيبها عندها حوالي أسبوعين وبرئاسة صديقي وزميلي البروفيسور ليس رحال الموديل عام للمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الأهداف هذه اللجنة هي عديدة من بين هذه الأهداف هي إيجاد البروتوكول توفقي يعني الديجيد تيرابيوتيك في مجال الانكولوجي ميديكال وهذا لا يكون إلا عن طريق مشاركة جميع الأخصائيين حتى اللي موجودين في اللجنة هم سوف يتم الاتصال بهم لسياغة هذا البروتوكول التوافقي اللي شارك فيه الجامع لنعطيه أكثر استفادة وإفادة لمرضانا على المستوى الوطني من الأهداف كذلك هو هدف آخر هو إنشاء شبكة وطنية للتكفل بمرضى السرطان وكذلك هي إقامة بعض مشي بعض هي السيرفيس اللي يكونوا يعني خاصة المصالح الاستشفائية الجامعية تكون مربوطة ببعض الوحادات المصالح الموجودة على مستوى الطراب الوطني ليكون التنسيق بيناتهم باش يكون تكفل أكثر وإن شاء الله لما لا لرقمانة جميع المرضى باش يكون لأنه كما نعلم إذا ما كانش عنا يعني قاعدة بيانية أو معلوماتية للمرضى ما يكونش باش نقوم بستراتيجية أو بتكفل تام وأحسن لمرضانا يعني هذه من بين الأهداف وكذلك من الأهداف أيضا هي أنه كيفية إدخال الأدوية الجديدة اللي رهي موجودة في الموجودة هي مسجلة يعني يعني لأورجيستري ولكن نيبا كوميرسياليزي مش موجودة في السوق الجزائري هي مسجلة يعني كما الليمينو تيرابي كما الليمينو تيرابي ما يتاجها للمستشفى يعني يعاني في أغلب الأحيان خاصة في المدن الكبرى وين كان ضغط كبير ما هي الوسائل وما هي الاستراتيجية اللي أراكم راح تمشوا عليها باش تخفوا من ضغط وتخفوا من معاناة مريض السرطان شكرا أولا علي استضافة يعني الشرف كبير أني نكون معك أنت طبيب كما نكون فخيخ دكتور بل عزوغ هذا شرف لي كبير وسن طيبة لكل الشعب الجزائري وإن شاء الله عام 2021 يكون أحسن من 2020 ويروح لنا الكورونا فيروس باش تقدر وزارة صحة تحط فعلا استراتيجية تدخل يعني حيز تنفيذ كل المشاريع اللي رأى مفتوحة في وزارة صحة من أهمها هذا الشغل الشاغل تعال قطاع الصحة ولو أنه سرطان ما رهوش غير في قطاع الصحة ورح نتكلموا على الوقاية ونتكلموا على الاستراتيجية تعال الوقاية من بعض أمراض أمراض السرطان لمعروفة نحن نقوله علش عشرين سنة ولا ثلاثين سنة هو أنه منظمة العالمية للصحة مدة عدة سنوات قالت باللي العالم إلى سيبي الموتاشون جاز من الأمراض المتنقلة يعني كانت تحولات وتغيرات كبير من الأمراض المتنقلة عبر الأمراض غير متنقلة وهذا حقيقة بدون ظهور هذا الكورونافيروس والسارس كوفدو هذا أنه صح دول كثيرة دول في العالم اللي ده كان مرت في تحول إبيديميولوجي ذير للأمراض الغير متنقلة وعلى رأسهم السرطان السرطان هذا هو التحدي الكبير لي في العالم ونحن نعطيك أرقام للتحدي الكبير في العالم لي راهوا يعني ينافس وجود الإنسان فوق الكرة الأرضية بدليل أنه الحرب العالمية الثانية من تسعة وثلاثين الخمسة وربعين يقولوا فيها عشرين مليون وفت في سنة في العالم تسعة فاصل ستة مليون وفت هذا مشي أرقام بسبب أمراض صرطان بسبب أمراض صرطان هل هو السبب الأول في عدد؟ السبب أسباب الأولى موش الأول السبب من أسباب الأولى في العالم الأولى سيريزافيكسون كارديوباسكولير معروفة والسبب الأول تاني تسعة فاصل ستة مليون وفت في العالم يعني وكان قارنوها بالحرب العالمية الثانية في ستة نضربها في ستة ريتفوت ستين مليون يعني وإحنا نتكل المدائم أن نأخذه أساس أنه كانت متزارة في العرب العالمية التانية هذي يرين متزارة سنوية دك الإستراتيجية تعويزارة صحة أنها تقلل الوفايات في الجزائر تقلل الوفايات إحنا 162 لحد الآن أربحنا أكثر من 25 سنة إسبرانس دو في كنا تقاريم بين 56 سنة الآن فتنا 72 سنة وهذا ولكن يقعد الإشكال الكبير مرض سرطان هذا والتكفل به تكفل مرض سرطان سرطان هذه الخلية التي تخرج مره بارازيت مره خلية تخرج عن قانون يعتبر في الجسم كائن في الجسم نحن نكون بلومي وستازي في الجسم أنها خلية تخرج عن القانون الداخلي للجسم وتخرج عن السيطرة يعني تهبل نقوله خلية تهبل خلية ما رهيش في السيطرة دوك والتكفل بها لعلاج تحا مال كبير الإشكال الكبير ربما في الوقاية بروفيسور رحال ربما الثاني رح يكون أقل حنجي علش تكلمت على الوقاية تقسم على عشرة التكفل يقسم المال اللي تصرفوا على العلاج تقسم على عشرة لو كانت تكون عندنا سياسة حقيقية للوقاية ورح ينتكلموا على سياسة الوقاية من ظهور مرض السرطان وهذا حقيقة هذا مشروع مفتوح في وزارة الصحة لكن شفنا الوقاية ربما في سرطان الثدي وكنا تكلمنا عليها في شهر أكتوبر يعني الوقاية جابت نتائج يعني المنشوفه كان تحسيز وتوعية سيد دكتور با هنا يوجد ثاني شيء كما تفضل البروفيسور رحال هي أن الوقاية مثلا من النتائج أنه كي تكون الوقاية قادر نقص نسبة الوفيات بـ 18% يعني كي تكون الوقاية حقيقة وقاية حقيقية لكن فيه شرق كي ينفرق بين الوقاية وبين الدياغنوستيك بريكوس لأنه كي ينفرق بين دي بيستاج والوقاية لأن الوقاية كي نهدروا عليها كما قال البروفيسور رحال حقيقة هو الآن عنا الاسبيرونس دوفي الآن أصبح 76 سنة بالنسبة للرجال و78 سنة النساء يعني هذا الشيء الحمد لله شيء إيجابي خاصة بالنسبة للمستوى المعيشي الجزائريين الأمراض أصبحت تزيد نوعا ما تزيد كل مرة مثلا أنه السرطان في العدد اللي كان عندنا أقل من 20 ألف الآن في 2020 أنا أقوله حوالي 50 ألف حالة جديدة في 2030 الأسباب متعددة تغيية من بينها تلوث البيئي كل هذه الأسباب يعني متعددة لكن تؤدي إلى هدف واحد من بين الأسباب مثلا أن نتحط على أول سرطان بالنسبة للجزائريين اللي موجود حتى لا في المنطقة العربية ولا في المغرب العربي ولا في الحوض المتوسط هي الكونستشي teach يعني سرطانgy نفس الكل و المستقيم هو أول مرد هو أول سرطان Zombie بالنسبة الجزائريين والثاني سرطان لاحظ أن نضح المواطن ك temperatura نفس الكلوريكتال أمراض الجهاز الهضمي والجهاز الكلون وال blog نفس الكلون والمستقيم هو السرطان الثاني أو الثالث حسب الدول لكن في الجزائر الآن هو أصبح السبب كما قلت ممكن يكون متعدد من بينها عنق الرحم سرطان عنق الرحم الآن نقص يعني هو الآن أو في المرتبة الثالثة سرطان عنق الرحم يعني وهذا بفضل ماذا؟ بفضل ثان الوقاية وبفضل الديبيستاج لكن لما نتكلم عن الوقاية كما قال بروفيسور رحال أستاذ عدى هل لما نكافح تلوث البيئي لما نكافح في التغذية يعني هذه الغذاءات الغير مور أما عليها شرقابة هذا يدخل في الوقاية هذا هو الشيء يعني إذا تشوف كي نقضي على السبب يروح المتسبب يعني نسبة الأكل الآن هو إلا قلنا الكورونا المستقيم السبب الرئيسي التحا هو النظام المعيشي أو النظام الغذائي الموت دوفي لجين دوفي الآن الناس يصبح حتى كل أي شيء هذا من بين الأسباب المؤدية لأن من أسباب بروتيكتور لسرطان الكورونا المستقيم والليقاية منها هي الأكل السليم خاصة الفرويء الليجيم يعني الخضر والفواكه اللي فيها يعني الخضروات والألياف تنقص كثير من السرطان الكورونا المستقيم الثاني كي نقص التعرض للشمس ينقص السرطان الميلانوم وهذه التجربة موجودة في أستراليا لأن أستراليا أكثر البلد متعرض للسرطان الشمسية كي نقصنا منها نقص العدد لقاضية السرطان العنق الرحم فيه منها الفاكسا فيه الثاني بعض الأسباب اللي نقضيو عليها كي نقضيو عليها ما يكونش هذا سرطان الكولون اللي سرطان العنق الرحم فيه مثلا سرطان الرئى اللي ما تكلموش عليه بزاف وهو الآن بالنسبة الآن بالنسبة الجزائريين هو السرطان الثالث بالنسبة للجزائريين السبب الرئيسي التاو أكثر من 90% هو التدخين يعني إذا كانت سياسة ورغم أنه موجود قانون من 1986 اللي يمنع التدخين في الأماكن العمومية واللي يحد منه لكن اللي حد الآن موش مطبق إذا قضينا على التدخين نقضي على سرطة الرئيس ممتاز بروفيسور نعودني لك بروفيسور رحل كلمتني عن الوقاية هل الوقاية دخلها في الاستراتيجية تعالجنا الوطنيين اللي تشرفون عليها؟ الوقاية بدليل أن المدير العام للوقاية في اللجنة هذه أولا دليل الوقاية هي أولوية من أولوية اللجنة الاستراتيجية القائمة لوزارة صحة تقوم على الوقاية لكن الوقاية متعددة القطاعات مريش مخصصة للقطاع الصحي يعني يجب إشارك وزارة التجارة ووزارة البيئة للعكس الصحة هي آخر حلقة هي آخر حلقة في المقاية أنا واش حيب نقول حيب نقول باللي المشروع لبروجي لشانتي يعني راه محطوط الاستراتيجية راي محطوطة احنا واش عطلنا في هذي ثمانة أشهر عطلنا لكورونا هذي من فرق من لكن مع هذا المشروع مشات يمشي المشروع كما مشروع رقمنا شفنا يعني هذي يجب نثلنه هذي في وزارة صحة مع مع الكارثة تعوباء كورونا ولكن كان مشاريع مشاتوا هذي حق نقول نتا نورمال مورك ضيفنا قريب كل يوم في مكاتبنا وارك تشوف انت المشاريع حقيقية نكتشوف فيهم أنا واش حاب نقول على السراطان وزارة صحة الاستراتيجية تحا تقليل الوفيات في الجزائر ولاح بنا نقل الوفيات في الجزائر بينها تحسين الخدمات أنا جاي لكن أولا الهدف الأسماء هو تقليل الوفيات اللي نقدروا نتحكم فيهم لنفكشون كاردوفسكولي لنفكشون لنفكشون ولكانسيخ هذا التروازيات التلت أسباب تعل الوفيات تلت أسباب تعل الوفيات هي الترابية تعل الاستراتيجية تعل وزارة صحة نحن نقول والسراطان من ناحية الوقاية سيد زميل وصديقي البروفيسور عدا بنجار تكلم عن الوقاية بالنسبة للقلون والمستقيم هذه مراهوش كي مراهو يقول هو فرق بين الدياجنوستيك بريكوز وستاد وستاد العوامل قبل أن يظهر فيهم الكانسير نحن نعرف أكثر من 9 على 10 في القلون المستقيم وهو أول سراطان في الجزائر وجود البوليب في القلون المستقيم إلى ميكوز غيكتال هذا في المخطط الأول للسراطان وأنا عبد الضعيف هنا كنت مدير العامل المعهد الوطني الصحة العمومية المخطط السراطان في المعهد الوطني الصحة العمومية وتعاملت معها تلت سنين مع الأستاد الأستاد التعنا الفيسور زيتوني كين في المخطط الأول للدپستاج من كالوريكتو عن طريق وجود الدم في الفضلات وجود الدم في الفضلات وعين وجدنا ولايات ce qu'on appelle زون pilote ميلينا نعم الميلينا لسا الميلينا لكي الجزائري فهم وجود الدم في الفضلات بلتست immunologيك ويكونوا زون في خمسة هذا سنعود نقول له إن شاء الله بالمخطط الذي سيكون مخطط ثاني لمكافحة السرطان وإن هذه اللجنة التي تعويزار الصحة ستتعامل مع المخطط الثاني للسرطان ويجب نحط بسطة استراتيجية لتعامل البركاتي من الجزائر هذا بالنسبة للسرطان المستقيم والسرطان القولون الدول المتقدمة كيف تعمل الدول المتقدمة سيب لسنك أول الخمسة الأوائل في الكنسر في المخطط السرطان نحن 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 في فرنسا نحن 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 هنا تحص يعمل بخمس سجل السرطان ويعمل ان نحن عدد على تريط فرنسي نحن في الجزائر يوجد 48 سجل سرطان. في كل الولايات نحن نسجل. كما قال السعدة من قبل، قال تقريباً 50 ألف. ونشاطره حتى لو قالوا 43 ألف. لا أهم شيء. الرقم يكون كما قال السعدة حوالي 50 ألف. لأن كل سجل سرطان يوجد الوزير. يوجد الوزير في الجزائر أو سطيف أو بليدة. لديهم خبرة. مع سجل سرطان. حديث النشعة لا يوجد الكابتاشون في هذه السجلات. ما هو المفترض؟ المفترض هو الأرقام. أرقام حقيقية. أرقام لا نحن نأخذ من أحد أخرى ونقولوا أنه قريباً في الدولة. لا لا. كما قال السعدة، 50 ألف سرطان تقريباً 50 ألف سرطان. وعددنا وعندنا الخمس سرطانات التي أصدقهم الأولى في الجزائر. الأول كما قال السعدة، سرطان التدي. سرطان التدي في الجزائر. وربع سرطان. وربع كما قال السرطان في الجزائر. نقوله قريباً 50 ألف. وهو روح بين 10 ألف و 11 ألف سرطان التدي. وربع كما قال السعدة، كما قال السعدة، كما قال السعدة، أننا سنقصوا بكمية هائلة. لذلك. وبسبب السرطان التدي. ثانياً سرطان القولون والمستقيم كما قال سعداء أنه سنقوم بعملات جراحية نعمل بحضورة مستقيمة إمينولوجيك ونصيب حامل الدم ونعمل بحضورة مستقيمة مستقيمة ونقوم بحضورة مستقيمة إلى 100% وهذا مستقيمة حتى خمس سنوات من أحدهم فقط لأن البوليب يجب على الأقل خمس سنوات يتحول لا يجب أن نخسرها أن الدولة الجزائرية كان لديها مشروع في تخفيض سرطان عنق الرحم منذ عشرات السنين وهذا مستقيمة للسكرينير لأن يقرأ الأستيطولوجيا للمرأة أو الكولبوسكوبي التي يعملها الجينيكولوج نعم 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 أنا أقول لك لماذا نتحدث عن السكرينير؟ لأن السكرينير تكون في المحاد الوطني للسحة العمومية السكرينير يكون في بعض المستشفيات وين يكون عندهم نقص في باراميديكال يتضيوه يتضيوه في إشكال خلي البروفيسور العدي يعقب على النقص هذه لأن حتى العدد يعني كما قال سير حالي يعني حتى بالنسبة للسرطان عنق الرحم يعني ما هوش حقيقة هو رهب من بين الخمسة السرطان لكن ننزل يعني بالنسبة للسنوات الماضية الآن سرطان عنق الرحم ما هوش حدد تعوى كبير في الجزائر ولكن ما هوش حدد الإصابات أم عدد الوفيات؟ لا عدد الإصابات لأننا من عدد الإصابات سوف نرى عدد الوفيات وكائن بعد السرطانات التي لم يكن محسوبة أصلا في التوب تان يعني تعال السرطانات من بينها مثل سرطان البروستات ذو كل قرارة في المرتبة الثالثة المعيدة المعيدة لا يكن محسوبة الآن وطلع تيرويد كذلك يعني هناك يعني يعني أولاً لأباريشان نوو كونسر هذه هي يعني مثلاً السرطان البروستات نحن في حرب مستمرة عشر سنوات ما كانش موجود أصلاً يعني من بين العشر أوائل السرطانات الأكثر انتشارة في الجزائر ولكن أعلاني نقول لك أنا على ركز لك مثلاً على البروستات لأن البروستات من المفروض يعني كل شخص أكثر رغم أنه الجمعيات العالمية لا تنصحش بهذا كدبستاج دوماس ولا كوليكتيف مي اللي روكموندي دي بستاج اندوودييال يعني شخص بياسة أكثر من خمسين سنة يعني وانتارك أدرا يعني أي شخص أكثر من خمسين سنة من المفروض يدير بياسة تعو إذا كانت نرمال لا تنصح لا تنصح لا تنصح لا تنصح لأنه لا تنصح سرطان والبروستات والدواء موجود لكن رأينا في بعض البلدان الأوروبية يديروا الأرمونو تيرابي تروازيام جنراتي والإمينو تيرابي في بعض أنواع أمراض السرطان لكن رأينا للأسف في الجزائر المريض يذهب ويقولوا إنه تراتمان حتى في الراديو تيرابي لتنصح لتنصح ويقولوا لهم هذه الراديو تيرابي لا تنصح كيف تفسرنا هذا الظاهر؟ ممكن أن أصحح شيء بالنسبة للسرطان والبروستات والبروستات والإمينو تيرابي الآن ليست من بين الأولويات لأن لكن بديل كان الأرمونو تيرابي كان ثلاث الأدوية بالنسبة للسرطان فيه الجراحة فيه الراديو تيرابي فيه الكوري تيرابي والرمونو تيرابي ومن بعد ذلك كان ميتاستاتيكا كالاشيميو تيرابي يعني هذو كلهم فيه خمسة متوفرة للجزائر بالنسبة للراديو تيرابي بالنسبة للراديو تيرابي فيه بلوزير تيكنيك كاين تيكنيك على الراديو تيرابي عن طريق ليامارتي أي موجودة فيه حتى فيه مراكز اللي موجودة مثلا بيبليك موجودة هذه الأخرى عندها سنوات هي موجودة حتى في القطاع الآن موجودة في البلدة موجودة في عين النعجة موجودة في عنابة موجودة في وهران موجودة يعني الأرهي متوفرة حقيقة يعني عندها ممكن خمسة سنوات سنوات كانت غير موجودة في المستشفيات العمومية لكن الأرهي متوفرة فاصل قصير ونعود الحصة بروفيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً ومرحباً من جديد بروفيسور رحال تكلمنا من قبل على التكفل بالمريض شفنا للأسف المرضى يتوجهوا المراكز مكافحة السرطان المواعيد لرنديفو على تلت شهر على ست شهر خاصة في الراديوتيرابي لماذا المشكلة؟ علاها لا نديروش كما درنا ربما في المودياليز وندرنا دي كونفونسيون مع السيكوريتي سوسيال عيادات خاصة وحلينا المشكلة الآن ما فيش مشكلة على المودياليز كما كان قبل يعني أي مريض يروح في دقيقة دي كيروح بالكارت شيفة أو بالبطاقة شيفة ويروح العيادة الخاصة والمشكلة يتسوها لماذا هذه المشكلة في المواعيد؟ نحن رح نتكلموا حقيقة حقائق نحن نعطيه حقائق في 2012 كي بدأت يعني الهيباب بدأ يشكل في الدروش تاع مركز مكافحة السرطان مرضى السرطان قالوا باللي عندنا مع الناج ديرانديبو ديراديوتيرابي ولي رانديبو ديراديوتيرابي المواعيد رحي أكتر من 8 أشهر في 2012 رح نطرح الإشكال ورح نجوب على الإشكال في 2012 تم نشهر موعد لإجراء العلاج بالأشعة في 2020 تم نشهر لإجراء العلاج بالأشعة في 2012 كنا أقل من 10 مسرع إشعاعي الآن عندنا 38 مسرع إشعاعي 38 أكسيريغاتور بالنفس الإشكال في 2012 و2020 أحب أن أحب أن أصل لك إلى الفكرة أنه الدياغنوستيك رو عندنا هاو الحالة اللي رانا فيها الدكتر 38 أرانا المنظمة العالمية للصحة 38 في القطاع العام و12 في القطاع الخاص تقريبا أكثر من 50 ومزال مشاريع تعد مراكز مكافحة السرطان اللي رامر في طور الإنجاز هو هنا الإشكال أنه هذا الغاديو تيرابي لا يبدوا inevitهائي كما احسro ولكن أنا أقول قناسب إنشاء ce . جزائر يجب أن يبتون supplying للصحة من أكبر متى 노اب تثبات دينة يمكن أن دولة بحجم الجزائر تضع أكسليراتور في عيادة هذه الثمانية وثلاثة موزعين على التورب الوطني في مركز مكافحة سارطان بير ماري كوري حقيقة 8 شهر أنا راني هنا ومسؤول على الكلام ماذا يقولوا ونعرف أنه في بير ماري كوري ضغط كبير يعني ضغط كبير على هذا المركز في ولاية بشار 15 يوم على أقصى تقدير يكون عندك الموعد على راديو تيرابي في أضرار بترواز أكسليراتور في أسبوع 15 يوم يكون عندك موعد في واتسوف كذلك في ورقلة كذلك هذا الولاية لديه أكسليراتور شغالين؟ شغالين مشغالين ومراكز مكافحة سارطان مفتوحين شوفنا الصحافة المكتوبة شوفنا نقولها في جريدة الوطن تكلموا على شركة الأمريكية اللي كان عندها ليكن توقفت لسبب الأسباب عن هذا الصيانة دكتور بالعزوك على أي توقف لك تتكلم نحن نتكلم لك على أكسليراتور جديد مخدمين مجدد لكن فيها يجب أن تكون صيانة حتى نحن نقول لك اللي نتكلم الآن بهذه الأكسليراتور على هذا الأساس بإذن الله دون كالك جوغ كاينة أرضية رقمية نحن دوك الآن لازم نتواكبه مع العصر لازم نمشيه بالنوميريزارشون لكن لماذا في مركز سي بي أم سي تمن أشهر بروفيسور رحال وفي البشارة وأدرار على طريق الكتفة السكانية؟ هذا هو السبب هذا هو السبب رئيسي خمس ملايين في الجزائر العاصمة ربعمائة ألف سكن في ولاية أدرار وربما سي بي أم سي يأتي من ولاية أخرى يجي واني نقول لك يمكن يمكن ولا عدة سي عده حبي يتكلم ما رأي نتكلم سهده لا نتكلم بروفيسور لا نتكلم بروفيسور بالعكس نكمل الكلام سيرحال هو أنه يعني لدينا حقيقة ثمانية وثلاثين أكسليراتور مي مشي وي لازم يكونوا كانوا وي لازم يكونوا وش ما كانوا نذكره بروفيسور عده بونجر مع أنك رئيس الجمعية الجزائرية لكن أنت رئيس مصلحة بتاع أمراض السرطان في البوليدة كم ناعد البوليدة؟ ما هي؟ بكل صراحة وحقيقة كم هو الموعد الموعد؟ بلاشيميو بلاراديو مصلحة بالأورام يعني في مصلحة بالأورام الموعد لا يتعدى أسبوع 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 بلاشيميو تيرابي وهذا الكلام موجود في البوليدة موجود في معظم الجزائر وفي الاراديو تيرابي؟ يعني في كل ثمانية وخمسين أو مصلحة وحدة الموجودة في الجزائر يعني الموعد تاع الانكولوجي ميديكال يعني بولاشيميو تيرابي ولا الورمون تيرابي ما يتعدى أسبوع أو أسبوعين تقريباً على المستوى الوطني بالنسبة للاراديو تيرابي حتى في البليدة نفس الشيء من 6 إلى 9 أشهر في وهران نفس الشيء يعني وين كان كثفة سكانية كثيرة؟ وين العادة للموعد أكثر؟ يعني وهذا الشيء موش مقبول يعني موش متوقع باش انت يجيك مريض اللي من المفروض يتعالج على أكثر تقدير في 6 أسبوع نعطي له موعد تا 6 شهر ولا 9 شهر كان مرضى نقولوها للأسب شديد كانوا توفاو يعني قبل بلحق الموعد تحمل ولي متاستاتيك ولا حتى يقول لي من المفروض اللي يكون فورم لوكاليزي باش يبدأ نعطوه له موعد على 6 شهر ولا 9 شهر هالظاهرة بروفيسور رحل على سنة ان شاء الله من زيدوش نشوفها بروفيسور رحل ظاهرة تأخر موعد أنا هنا باش نعطي الحلول ماشي باش نعمل الكشف انا عطيتك الإشكال انه هذا هو الحل في مشروع تاويزار السحة اللي يرهوا على الواقع الأرضية الرقمية انتهت يعني دخول الحيز تنفيذ تاعة الأرضية الرقمية لأخذ موعد المرأة الجزائرية المريضة بسرطان في مركز مكافحة سرطان بير ماري كوري في الجزائر سيحل الكمبيوتر سيقولها سيدتي عندك في مركز مكافحة سرطان موعد 8 شهر في بير ماري كوري 15 يوم في ورقلة أسبوع في واتسوف أسبوع و لا 15 يوم في أضرار ولها الخيار زد على ذلك وتقدرت يعني تسألهم نجتمعنا مع مع ما نتكلم عن من ناحية الصحية من المرافقة الاجتماعية المرافقة الاجتماعية نتكلم عن المرافقة الاجتماعية من المردى سرطان لأننا نسمع المرافقة الاجتماعية لأنهم يقرروا المرافقة الاجتماعية من ناحية اجتماعية ومعنا نتكلم عن واتسوف نتكلم عن أضرار وبرشار المرأة الجزائرية من سيفة عامة في الجزائر حاملة سرطان ولكن لم يكن إشكال في الجراحة لم يكن إشكال في الكيميائي في المواعد كان إشكال واحد قلت لك راديوترابي سنقول لها لديك 15 يوم وهذا الشخص بروفيسور رحال حتى التكفل حتى التكفل الاجتماعية هنا نتكلم عن للماشين على الأقل على الأطباء هل يمكن أن تكون مستخدمة هل يمكن أن يكون مستخدمة في المدينة في كل مركز مكافحة سرطان عندنا بما يكفي التكفل بالمرضى الجزائريين لحوالين سرطان لكن أنا ذهبت إلى مستشفى ذهبت إلى مركز بياري ماريكوري ويقول لك أنه يمكن أن يكون من المدينة المدينة التي تعملون المدينة لا تقلق لك أنت تتكلمني عن الأطباء هل المدينة لا تقلق نعم لا تقلق لا تقلق لا تقلق عن الأطباء اسكولاراديوترابي تندير في كل هذه المراكز مكافحة سرطان نعم كل المراكز مكافحة سرطان في الجزائر تعمل بأشعة ووجود الأطباء كي نطالب الآن الجزائر من ناحية هذه التكنيسيين والفيزيسيين تكلم عن الفيزيائيين الفيزيائيين كي نعليهم الضغط أنهم مطلوبين في دول أخرى وهذه معروفة نكونوا نكونوا عدد حتى نخدموا في الجزائر ونجدوا نصدرهم من خارج أنا أكلمك العولة ما في العولة ما الجزائرين ليس مطلوبين غير الفيزيسيا في التعالى راديوترابي مطلوبين الأطباء مطلوبين المهندسين في دول العالم دوك علينا لكي يقعدوا هنا في الجزائر لكي يعملوا في المصالح الساحية للجزائر هذه حقائق أنا قلت لك باللي إن شاء الله الأرض الرقمية هي واجدة وتقدر الأسبوع القادم تتطلع عليها أن المرأة حاملة لسرطان ستذهب أي مركز مكافحة سرطان سنعطي لها الخيار وسنقوم لها مرافقة اجتماعية في الخيار تحى قلت لك لدي تتكفل بها اجتماعيا يعني السكن تحى لإطعام تحى حتى انتهاء الأيام لراديوترابي لذلك إن شاء الله من العام الجاي يكون هذا الإشكال منتهي هل كنا أصيد أطباء المختصين في الأمراض الأورام في الأمراض السرطانية هل كينين إذا كنا نهدوا أولا على الأطباء الأطباء مكاشة إشكال في الجزائر من ناحية التكوين إختصاصين موجودين إذا نهدوا على الأنكولوجي ميديكال هناك أكثر من حوالي ألف طبيب مختص ولا لما يكملوا دراسة تحم الأنكولوجي ميديكال إننا نهدوا على الراديوترابي كين حوالي 700 إننا نهدوا على الجراحين موجودين لأنهم بطولوجي كيف كيف لكن أنا كنت سألت فضل نرجع النقطة فقط كما تكلم من البروفيسور رحال على المواعيد التعالي الآياتي راديوترابي حقيقة وننثمن هذه الوشقة ما بيهوزارة الصحة على رقم هذه المواعيد وهذا يقوم بإشكال أنا في رأيي حل على المدى القاصير أم على هذا رأيي الشخصي هذا يحل الإشكال اللي موجودة الآن على الأقل على المدى القاصير يعني وعلى المدى المتوسط أو المدى القائمة المدى المتوسط هو أنه إنشاء على الأقل مصلحتين ترادترابي في الجزائر العاصمة لأن الإشكال يبقى قائم على راديو تيرابي حتى 2030 إذا ما كان يشترون لك في المسلح لأن فيه مصالح واحدة أخرى وفيه مراكز واحدة أخرى ستكون من 2013-2024 شاهدنا عيادات خاصة لكن الثمن غالب شاهدنا يعني 10 ألف دينار يعني المريض إلي يدير 20 30 سيونس جهة 30 مليون سنتيم وهذا ما يقدرش يديرها على الضمان الاجتماعي حقيقة يعني هو أنا نكمل بركة الفكرة على أساس قتلك على المدر المتوسط القاصير هو هذا لأن حتى لألف وثلاثين ما نشرح إن نحلو مشكلة تعيدة كمنا بهذا الإشكال على راديو تيرابي خاصة في الجزائر العاصمة والبليدة الوهران ممكن يتحل بعد فتح الانستيتي كونسير أو على المستوى بعدين الشلف والجلفة والغواط ممكن نحلو لكن على مستوى الجزائر والبليدة إذا ما كانش فيه مصلحاتين مصلحة أو مصلحاتين أخرى ما نشرح إن نحلو المشكلة على المدر المتوسط أنا هذا على المدى بالعكس هذا القاصير المتوسط وحتى على المدى البعيد علىها من بعد حتى هذه المركز اللي موجودة في الصحراء بشار الأدرال تين الوارغلا وتسوف على هثان ما نفتحوهاش حتى الأجانب يعني خاصة المرضى الإفريقيين على هحنا ما نستقبلوهمش يفوتوا فوق ريصانا ولا يروحوا للدول المجاورة باشي الدولة الاردو تيرابي أنا من المفروض يعني كين تكفلوا ذاتيا نجيبوا حتى المرضى الآخرين وندوهمهم هنا ويحسوا روحهم في البيئة يعني هم فارنطابيليزي حتى هكي نعم لأن مثلا يعني الأجهزة تغير ذك مثلا كما نحن في زيارة في شهر رمضان البشار تسيب بالليل كين ترواز أكسيليراتور يعني المعدل من المفروض باش يكون رونطاب على أكسيليراتور المينموم لازم 60 ماريض 50 إلى 60 ماريض كين ترواز أكسيليراتور يعني الأقل باشي كورونطاب للسنتر ولا لسيفس درادو تيرابي لازم يدير 150 إلى 160 كين ترواز أكسيلة يديروا حوالي 15 ماريض يوميا يعني ما يدير حتى عشرة بالمئة من القدرة التاعوا نفس الشي في أدران نفس الشي في واتسوف نفس الشي في بشار وبالمقابل بالمقابل 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 في المدن الكبرى المواعيد وراو رح يكون نفس الشي في اللغوات وراح يكون نفس الشي تجلبها تفضل لبروفيسور رحم نحن نتعامل مع واقع نحن على نا في واقع واقع أنه توزيع ندار تعمل توزيع نحن توزيع تعمل تقول نحن ما نقدروش نعودون للمواعيد نحن نقدروش يعني نحن نقوم نحن نقوم نحن 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 نقوله نحن نقوله واش تقول المنظمة العالمية للصحة نقوله أين أكسيليراتور بور أميليون دابيطا معروفة والمدة التاع والأكسيليراتور يعني واحد مسرع لشيعة المليون نسامة هرانا فيها كيفاش يعني نقعدوا في ثمان شهر يعني رانديو كما قال سعدا ويموا الكتف لذلك 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 نحن نحن يتحطوا بارابور اين دانسيتي بارابور الكتفاس وكانية بسح نقوله نتعاملوا مع واقع هادو حنا باش لازم ننطباليزيوم حنا ما نحن نقوله الجزائري المريض اللي مريض بسرطان يعني رح خرج من الحدود تعنا هذه بلدنا أدرال عندنا تعنا بشار تعنا بلدنا واتسوف وورقلا احنا نعطي وقلنا مم حد التكفل الاجتماعي رو عندنا لانجاجمون يعني مم تكفل تكفل الطبي والتكفل الاجتماعي لازم للملاد كنسيري لمرضة سرطان كل هادو الجمعيات اللي تكفل رحيم معاوزارة الصحة رانا نعملو باش هذا الرقم مع بعضنا باش هاد الارضية الرقم الادوية الادوية سمعنا منذ مدة تقريبا أسر انه كان فيه نوريبتور كاين نقص حتى النقابة الوطنية اللي الصياد لا استضفناهم في البلاتو هذا وقالنا انه فيه نوريبتور تعا ابي بري ترواسون ميديكامو وما بنتهم 30 دواء حساس فيتو هل الادوية مكافحة السرطان متوفرة في المركزية الوطنية المركزية الصيدلية المركزية للمستشفيات لا بيسياش هل متوفرة في المستشفيات هل لدينا نقص لما لدينا بكل صراحة العلاج نحن نتكلم عن العلاج في العلاج نتكلم عن الأدوية نحن معروف بالكاين في العالم كاين 200 سرطان تقريبا 200 سرطان 180 سرطان بالجراحة نحلوهم بالجراحة حسن 180 سرطان أولا جراحة العملية الجراحية ولكن عملية نجحة راح تعطي نسبة كبيرة للعلاج يعني أحسن هل كاين أدوية لكن لأسف الكشف غير مبكر لن يجايد ماذا لو كون الكشف مبكر يكون الجراحة تكون هذا الموضوع يجب أن نبي نتكلم عن الواقايا نتكلم عن الديagnostic précoce على 200 سرطان 180 سرطان معروف الجراحية قد ما تكون العملية الجراحية مبكرة مبكرة و يعني سن دي پرنسيب كارسين لجراحة يعني تقنية تكون عندها تقنية لتواكب التقنيات اللي يرام يتعاملوا في العالم هذا العلاج اللي نتكلم عليه هذه هدو هو الأهمية تعليجنا لأنشئت في وزارة الزحة واشراني يحب نقول سيعد بنجار قال لكم قبيب توحيد البروتوكولات العلاجية حنا باش نتكلم على أدواء نذكر بروفيسور رحال أنه بروفيسور رحال أنت بروفيسور في الجراحة يحضر كجراح يعني نحل كسكات ورئيس ورئيس مصلحة طب جراحة في مستشفى مستشفى العاصمة رحال تكلمنا كجراح لا لا لأني نتكلم باش نعود نقول لك على اللجنة اللي راي في الوزارة توق حبيت نقول أنا موش ممكن أنه لكن البروفيسور رحال نحف في اللجنة التي تشريفون علي هي لجنة انت تقول في البروفيسور 200 كونسير 200 نوع من أمراض سرطان و180 كونسير لكن في اللجنة رأينا نطغير لها الانكولوج لكن لا لن يوجد جراح بزراء لا 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 دعني أتكلم لكي نحي وقع الغبار على هذه الفكرة نهضر أولا سيرحال أنا نهضر على أساس أنه جراح ورئيس مصلحة في الجراحة حقيقة باللي كان 280 يعني سرطان يلازم لجراحة مهما كانت كفاءة الجراحة ومهما كانت تلجأة عن الجراحة إذا ما كان شانترات موكومتر من بعد لا راديو تيرابي أنا موافقين أنا موافقين شون ما درناوله لأنه بعض المرات حتى والجراح يقعد 7 سوعة من اسمائية يعني راحين راحين طب الكميائي حتى والجراح مشي جميع السرطانات لكن في أغلب الأحيان اللجنة اللي تفضلت بها الدكتور عزوج بن عزوج أمين القتب اللي يطغى عليها هذه لأن الناس لازم هذه ما هيش لجنة اللي نسموها كوميتي كونسير يعني اللجنة الوطنية الخاصة بالسرطان بصفة عامة هذه لجنة خاصة بالانكولوجي ميديكال الانكوبيدياتري فيها الزونكولوج من جميع الوطن يعني فيها من الشرق وفيها من الغرب وفيها من الوسط وفيها ثان حتى الانكوبيدياتري وكي قلنا قلنا التوحيد لأن هناك عمل ندار مقبل الذي درنا فيه جميع الاختصاصات الانكوبيطولوجي الراديولوج الشيريجي الراديوتيرابيوت الانكولوج الآن المرحلة الآن رأنا هذه اللجنة خاصة فقط جميع الانكوبيطولوجي الانكولوجي ميديكال يعني ما عندهش يعني ما عندهش علاقة هو نتعامل مع بعض أنا وصراحة كما نتعامل وزيت كمبيمانتيال متكاملين ونعمل مع بعض لكن الآن موجودة حتى في الارسي بي أو كذا نتحدث نجد 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 لسلسيون لنا لكن هذه اللجنة خاصة حتى تلقي تيرابيوتك خاصة فقط الكيميائي فقط العلاج يعني الكيميائي فقط هذه هي أنا أحبيت نقول سعداء أنا ما قلت بلي غير الجراحة باش نعود نصح أم بوصيب نقول غير الجراحة أنا أحبيت نقول بلي يعني 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 يقدر يدخل الجراح في 180 نوع جراحة العلاج يعني 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 البروفسر بونجار كانت كلمة قبل على الكنسير اللي بلي ريب دو وقال عنق الرحيم لكول دو 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 وقال 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 وهذا الكنسير يعني في أغلب الأحيان كان تدخل هذا في ثلاثة اللي قلتم لازم الجراحة لازم لازم لاراديو تيرابي ولازم المستحيل وعامل كبير الدواء الكيميائي في تحسين يعني باشيكون يعني لازم يكون فعال لازم يكون بيانسور احنا نتكلم على الاجتماعات الانيونيون دو الانيونيون دو دو احنا انا وش يعني الحاجة اللي حاب نحقق الغاية اللي حاب نحقق توحيد العلاج ما كاش ما لازمش يكون طبيب يقول بلي يكون عنده يعني الحقيقة ما كاش حتى طبيب نحوص عليها باش نترجمها بالعربية الحقيقة المطلقة الحقيقة ما تكون شوف ان احنا رح نوصل ان شاء الله بهذا الكميتي بهذا اللي جان انو نقنوا الاريونيون دو وهذا هو المبتغى فروفيسور حال توحيد العلاج على التورم بالوطن شوف الغاية الوحيدة يعني وكان حقها هي انو انقنوا التوحيد اعلاج السرطان المرضى اللي يتكفل بمرضى السرطان في بلدنا انو ما وش غير ممكن انو يكون طبيب واحد يدخل عنده مريض ويتخذ قرار حتى في الليبرال نحن ليس لوليبرال هذا انا رايحن له بس لازم يكون معنا والليبرال مهم في الطبيب الخاص لازم نوحد كيفية العلاج انو يتعالج في اضرار كما يتعالج في الجزائر العاصمة لكي يكون عندهم نفس الحضود في يعني البرولونج لتعالى السربي لتعالى الاسبرانس لتعالى السربي في الكنسر ليس الاسبرانس لتعالى سلو لكلاسفكاش تينام لازم هذة السربي لازم نطلعوها في الخمس جزائر وما يكون فرق ما بين واحد من الشمال واحد غني واحد فقير يكون نقع سواسية هذه الغاية التغطية الصحية الشاملة هذه الغاية الكبيرة اللي لازم تحقق في الجزائر وصلنا الى نهاية الحصاء بروفيسور بونجار لكن قبل ما نختم هذه الحصاء أريد أسألك لأنه كان فيه بيان تعالوزير الأول اللي قال على اختيار لقاح من اللقاحات أو مجموعة من اللقاحات لكن نحن بروفيسور بونجار منذ ثلاث أسابيع درنا في البلاطو هذا حصة ونستضفنا البروفيسور كمال جنوحات وكمال كزال وقلنا في آخر الحصاء أنه المير كمبرومي للجزائر يعني دواء لكل مناسب ربما الأنسب قلنا أسترازينيكا للظروف للسعر وقلنا تكلمت بعض وسائل الإعلام أمس على التلفز الوطني الجزائري العمومية تكلمت على سبوتنيك يعني ربما رح تعطينا تفاصيل على هذا الاختيار يعني هناك كان هناك بيان يعني فيما يخص الآن نحن نتحدث على أس أنه عضو في اللجنة العلمية المكافحة لكوفيد لمتابعة ورصة الكوفيد 19 فيما يخص اللقاحات يعني اللقاح في اللجنة العلمية العمل بدأ ما بدأش من البالحة بدأ من أول اجتماع اللي تقام تقام في استأوت يعني وحذرنا يعني في اللجنة حذرت روحها لجميع السيناريوهات الموجودة وتم الاتصال بجميع الشركات اللي راه تعمل في إيطال اللقاحات وبجميع السفارات يعني وزير الصحة قام بلقاء مع جميع السفارات تعالى الدول اللي راه تعمل اللقاح اللجنة خالصت يعني في اجتماعاتها الأخيرة إلى وضع معايير لللقاح الأنسب لنا كجزائرين من ناحية الفيكاسيتي يعني النتيجة التحال العلمية من ناحية الظروف تعنا من ناحية الطريقة تحتال التلقيح من جميع الجوانب التحال وتم وضع السكور يعني تم اختيار هذه اللقاحات واحد بواحد ما هي الإيجابية تقول اللقاحات ما هي السلبيات شكو اللي يساعدنا وتم وضع قائمة والإمكانيات أيضا والإمكانيات الجزائري والظروف تعنا نقولها كل صراحة ونحن معناش إمكانيات وقلناها ونزيد ونقولها أن نجيب الفاكسين فايزير بيونتك والله يعني هذا الإشكال تاع السع كان عامل من ليس سعر فقط حتى التخزين ولا كان موضوع كعامل ثانوي يعني كان نفسه كان في جميع العوامل لكن النقل ليس رئيس الجمهورية كان قال واتخذ قرار جاري وقال مهما كان ثمان هذا الفاكسين نجيبه وكل جزائري وكما قال البروفيسور رحل قاعدوا من نفس الحظ ما كان هذا إلي فافوري سي بارابور ما كان تفضيلت لكن ما قلناش على السعر لأنه كان قرار سيادي من رئيس الجمهورية قال لك مهما كان سعر نجيبه لكن هنا نتكلم عن إمكانية النقل نحن لا نقدر نجيبه واندو كاتر وفاندو كري لا نعناش إمكانية تخزين حتى وإذا كان عنا ممكن يكون موجود حتى واندو كاتر واندو كاتر واندو كاتر ممكن يجي نهار مع لبالش لكن التطورات يكون موجود لكن هو لأثبت النجاعة والفعاليات لكن العدد أو النسبة ممكن كما قلت إنتايا ما يكون سيئ لبالتكنيك لأن من بين السيناريو الموجودة هي أنه تقضي على لازم لك نسبة حوالي يعني لازم من تلقيح من 18 إلى 21 مليون و22 مليون بالنسبة هذا يكون تجيبها من نفس المخبر أول شي مستحيل بشاطق هذه الكمية لا تكون موجودة وما كان حتى دولة في العالم لحد الآن التي عندها تخذت قارة للقاح واحد كل جميع الدول جابت حتى الاتحاد الأوروبي جاب من 6 أو 7 دول فرنسا نفس الشي الإمارات التي عندها السكان تحق أقل من مليونين اختارت لقاحين أو 3 لقاحات يعني كل دولة ما هي قائمة اللقاحات يعني كل اللقاحات سوف تكون موجودة يعني تم الاختيار اللقاحات التي ثبتت النجاعة التي تحها والتي ممكن تكون تناسبنا متى بروفيسور بونجان يعني من المفروض يعني الأسبوع يعني إن شاء الله نتمنى في نهاية إن شاء الله جنوبي تكون موجودة كما قلت أنت الروسي نبدأ باللقاح الروسي لكن اللقاحات الأخرى ستكون موجود كما قلت نحن هنا اشكال فقط من ناحية التقنية لكن ممكن يكون موجود يعني كغير من اللقاحات يعني نحن كل اللقاحات بالنسبة لأن ثبتة الناتجة التحاد تدرس وتكون إن شاء الله متوفرة والأهم في هذا هو أنه اللقاح يكون فعال يكون موجود والناس تقوم باللقاح وإن شاء الله نخرجوا مع هذا الوباء ونشكركم على كل المجهودات التي قمت بها في اللجنة العلمية ويجب أن نأكدوا على النقطة هذه يعني مهما كان كارثة وباء كورونا لكن وزارة صحة قامت بمشاريع أخرى ومنها مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان شكراً بروفيسور رحل شكراً بروفيسور بنجار نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج أديان مع السلام شكراً بروفيسور جزيلاً